إذا كانت المعرفة بالمبيع متحققة من البائع أو المشتري بصرف النظر عن كون أحدهما أو من هو الضرير إذا كان الطرف الضرير الذي لا يرى يعرف سلعته معرفة جيدة فالبيع جائز أو هذا بالنسبة للبائع إذا كان البائع يعرف السلعة معرفة جيدة يعني يعرف من الذي بين يديه والمشتري إذا وصفت له السلعة وصفاً نافياً للجهالة صح البيع يعني لا بد من وصف السلعة وصفاً يمنع الجهالة طيب وصفت له السلعة وصفاً جيداً نافياً للجهالة ورافعاً للجهالة إذا وصفت له السلعة وصفاً جيداً وقال قبلت صح البيع فإذا استبان أن الرجل الذي معه كان كاذبا أو كان غاشا ومخادعا فللرجل رد السلعة شرعا له ردها وله الخيار خيار العين لأن السلعة استبان أنها معيبة فله ردها لكن من حيث صحة البيع يصح بيع الأعمى في قول عامة أهل العلم يصح بيعه وشراءه بالنسبة للمشتري يجب أن يعرف وصف السلعة وصفا نافيا للجهادة فإذا عرف الوصف واشترى صح البيع إذا استبان أن في السلعة عيب فله الرد أو له الأرش الأرش هو الفرق بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة فله الخيار إما أن يرد السلعة وإما أن يرد بالفرق بين السلعة في حال كونها أعني من جهة الثمن في حال كونها سليمة أو في حال كونها معيبة نعم